وصلنا إلى فقرتنا التالية ورح ننتقل إلى حمص ورح نستقبل عبر الهاتف الأستاذ وليد مرعي مدير تربية حمص ورح نطرح عليه مجموعة من الأسئلة والمواضيع وخلينا نحكي أكثر عن فائد التجمعات التربوية في ريف حمص وغيرها من الأسئلة واستفسارات المواطنين في حمص وريف حمص استعز وليد صباح الخير ليسعد صباحكم ليسعد صباحكم أهلا وسهلا فيكم يسعد صباحك أستاذ وليد وأهلا وسهلا فيك صباح اليوم سنحكي عن موضوع فائد التجمعات التربوية بريف حمص وخلينا نحكي عن المشكلة الأبرز هو مجمع تلك لغ كيف تم علاج هذه المشكلة هناك بداية ما زالت المشكلة لم تحل ولكن نقوم بمجموعة من الإجراءات إن شاء الله بيكون الحل يرضي الجميع طبعا بالنسبة لمجمعة الكلاخ كان عدد المتقدمين بكل اختصاصات عدد كبير جدا وكان فيه الشواغر تم تعبئة الشواغر من خلال الدفعة الأولى والثانية والدفعة الثالثة تقريبا كانت فائضة يعني تم ترميم الشواغر المتبخية بعدما تم تحديد مركز عمل لمجموعة من الزملاء تم بعد تعبئة الشواغر مكانهم بقي عنا مجموعة من الفائض هذا الفائض طبعا سنقوم بحل هذه المشكلة بما ترضي الجميع وتعزز عملية توطين التعليم نعم استعزز وليد يعني نحن خلينا نحكي هيك ونركز اليوم وين وصلتوا بأخذ القرارات خصوصا بظل ظروف المناخية الصعبة والانخفاضات الجوية والأجور المرتبة للنقل والمواصلات بين المدينة والريف أو بين الريف والريف بما يخص المعلمين نحن نقوم بشتى الوسائل كل زميل أو زميلة تتقدم بطلب نقل ونلاحظ أنه مقبول ويمكن أن يحقق رغبته نقوم بتلبية الطلق وتم نقل كثير من الزملاء بين المجمعات التربوية حسب رغبتهم كما قلنا من أجل عملية توطين التعليم بالنسبة لألفاء الموجود في تلكلخ أعيدكم بحله بأقصى سرعة خلال أقل من أسبوع وبما يرضي الجميع إن شاء الله ما رح نحسن نحكي أكثر من هيك خليه لحتى تطلع النتيجة وأتى بيكون يعني كل شيء قيد الدراسة وقيد الاستماع لدى المشاكل من كم من جهة الطلاب ومن كم من جهة المعلمين نعم نعم سيد وليد بموضوع مجمعات الكالخ في مخاوف عند المدرسين من موضوع نقل المدرسين من غرب حمص إلى شرق حمص أحيطون في هذه الإجراء كان مقترح من بين المقترحات مقترح ولم ينفذ بعد كان مقترح فقط لا غير وهناك مقترحات أخرى إن شاء الله تكون أفضل منه نعم نعم استعزى وليد دائما يمكن بمسابقات التربية بيطلع فرز المعلمين بمناطق أو أرياء إذا كانوا بالمدينة بالريف وخاصة يمكن المناطق غير مناطق كليا يعني إذا ريف غير ريف خلينا نحكي اليوم عن هذه الاستثناءات خلينا نحكي اليوم عن العقود هل في مباشرات جديدة عما تقوم هل في مسابقات جديدة عم تعطي هذه الفرصة إلى المعلمين بحسب طبعا المنطقة وبحسب مراعاة الظروف يلي عم تمرأ فيها كل سوريا عم تمرأ فيها العزيزة عمليا تم تعيين المتسابقين كل حسب ردهم فكانت العملية توطين التعليم من خلال تعيينهم في المجمعات التي طلبوها فالفائد من مجمع تلكلخ هم الذين طلبوا ولكن صار عنا فائد كتير كبير لأن عدد المتقدمين كبير جدا تم استيعاب الدفع الأولى الثانية في المجمع كما أرادوا نحن وقت اللي بيقولوا بيسجلوا بتلكلخ معناته هن ساكمين بتلكلخ وبالتالي نحن لنا الحق أن نعينهم في أي مدرسة بتلكلخ من أجل يعني بحيث ما يكون عندنا ولا شعب صفتي شاغرة وتم ذلك ولكن الفائد مثل ما قلت لك ست العزيزة نحن بدنا نحاول يكون شيء يخدم التربية ويخدم يعني يخدم العملية التعليمية ويخدم زمولة المعلمين في ظل هذه الألف نعم طعم استاذا خلينا نحكي كمان عن موضوع هل يحق للعسكري اليوم بالتقدم بالنقل لأقرب مركز تعليمي بالنسبة لسكنه بالنسبة بالنسبة للأخوة العسكريين طبعا نحاول بشتة الوسائل تقريبا إلى أقرب منطقة سكنية أو أقرب منطقة تعليمية لسكنهم ونستقبل كل الطلبات وبشكل عام استطعنا أن نؤمن كل طلب تقدم من الأخوة العسكريين أن نحق له رقبته وما زلنا لحد الآن من إذا أحد من الزملاء يمكن أن نساعده مستعدين للمساعدين تمام استاذ وليد ده يعني بالمختصر نائما هناك دراسة لكل الظروف وبدنا نكون قلوبنا على بعض ونكون مع بعض لحتى ننجح بأي خطوة ما نقوم فيها ولكن خلينا نتطرق إلى الفصل الدراسي الجديد إن شاء الله بنعاد عليكم وعلى كل الناس بالخير يا رب دراسة جديد تحضيرات جديدة ظروف صعبة من تأمين يمكن مواد للتدفئة من مواصلات من وضع معيش صعب على كل الناس اليوم التربية بحمص شو هي تحضيراتها شو هي الاستثناءات كيف عمل راعي الظروف كيف عمل راعي في الطلاب يلي هنما قادرين يتنقلوا من مكان إلى مكان كيف عم نعود على المدرسين الحصص يلي عمي أصروا فيها عملياً بالنسبة للطلاب كل طالب مسجل في المدرسة أقرب مدرسة إلى بيته يعني معظم الطلاب لا 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 يستخدمون النقل لأن معظمهم في مناطق السكنية مدارسنا الحمد لله متوفرة في كل المناطق على كامل جغرافية المحافظة وبالتالي بالنسبة للطلاب محلولة أنه لا يستخدمون وسط النقل بالنسبة للتدفئة تم تعبئة التدفئة المسؤول بالنسبة لكافة المدارس وما زال حسب توفر المادة والآن نقوم بتوزيع الدفعة الثانية يعني الدفعة الأولى وصل لكل مدارس المحافظة والآن أيام معدودة يعني أو تقريبا شبه انتهينا من إصال الدفعة الثانية إلى المدارس بالختام خلينا نعطي ملخص سيد وليدي بالقرارات اللي رح تلطلع أو إذا وصلتوا لمقترحات حلول رح تكون مشراخير للمدرسين بحمص بما يخص التجمعات التربوية تحديد مراكز العمل أي شيء بتحب تذكره بالختام إن شاء الله إن شاء الله كله بتكون رضيان خلال نهاية الإطلاع بتكون الأمور كلها محدودة إن شاء الله إن شاء الله أكيد أستاذ وليد مرعي مدير تربية حمص نحن بنا نتشكرك كتير بنا نتشكر يمكن يعني من وقتك اللي عطيتنا يا لتوضيح بعض المعلومات حول التجمعات في مدينة تلكلق وحول العمل الدراسي الجديد نتمنى لكم سنة منيحة يا رب على الكل وظروف تكون خفيفة شكرا كتير لجهودكم شكرا لك أستاذ وليد أما هلأ مشاهدينا خلونا نتقل من حمص لحمة وتحدي